موقف اليوم وثق من التمر معناه ما تحمله الدابة من التمر يعني الدابة واش تحمله من التمر هداك هو اللي راح يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي يعني تلاقى أنه الأهل تعانفقوه في أكل وصدقة وهدية فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته مباشرة يروح للأعرابي باش يحكي له واسرة وقال له قد يبتعنا منك جزورا بوسق من تمر فلتمسناه فلم نجيده يعني ادخلت للدار باش نلقاه وملقيتاش عرابي واش يقول له وغدراه 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 قالها له مرة أنا نعود فيها لأنه أكون متخيلين الموقف عرابي واش يقول أمة النبي هذه الأمة وغدراه يعني حشاء أن يغدر النبي صلى الله عليه وسلم به فنهره الناس اللي كانوا تمه وقالوا له قاتلك الله أغدر النبي صلى الله عليه وسلم النبي يغدر فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة كيفاش يجعوه قاله دعوه فإن لصاحب الحق مقالا دعوه فإن لصاحب الحق مقالا دعوه فإن لصاحب الحق مقالا عم 나 лишь عوتها لكم تتخطرات لأن هذا هو موضوعنا اليوم هذه الجملة هي موضوعنا اليوم وهي كم يقول لك مربط الفأس فاركزوا عليها مليح مليح دعوه فإن لصاحبي الحقي مقالا دوك نكتشو واش معنى ومغزى هذه الجملة العظيمة المهم رسول صلى الله عليه وسلم ارسل واحد من الصحابة إلى خويلة بنته حكين ديناتها دك التمر وعطها للأعرابي وماذا دروك رح نجو للدروس والعبر العظيمة اللي رح ندوها مورا هذه القصة شوف القصة ولا الموقف رغم القصر تاعه إلا أنه رح ندو منه دروس ودروس خمسة دروس نبدو بالدرس الأول هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم تخلى البيتاءه وما لقاش التمر لم يعنف أهل بيته يعني لم يعنف أهله يعني ما قالهم شو يندرتوا التمر وين راح وش يدرتوا به لا لم يعنف بل حتى لم يسأل عن شكول كلاه وهكذا يجب أن يكون الرجل في بيته ما لازمش يكون أنه كما هدك حارس خازن المال ولا كما صاحب أصحاب البنك أنه يمركي كل صغيرة وكبيرة التمر اللي تدخل للبيت والتمر اللي تخرج أكيد صحيح من المهم أنك تنظم أمورك المالية في البيت هذا حاجة جميلة أو حاجة شابة أنك تنظم أمورك المالية في البيت لكن مشي لهذه الدرجة أنه بهذه الدقة وبهذه أنه تعد التمر اللي تخرج واللي تدخل وأكبر عدو للنساء للمرأة في البيت هو البخل وأنا لا أتكلم عن بخل المال فقط وإنما بخل العاطفة والإهتمام والدرس الثاني عندما علم النبي أنه لا يملك التمر في بيته ذهب مباشرة إلى الأعرابي ليخبره وهذا يعني الأمة اللي راهم ابتالية به الآن واحد من الإبتلاقات أنه لما تتدين من شخص ويأتي وقت السداد تبدأ تتهرب تبدأ تبدأ تبدل طريق من الأدب أنك تقول لها أنه واش صرا لك علاش تأخرت في وقت السداد مشيت تهرب وما تبلاش فهذا واجب عليك فعليك أن تقول لها أنك أمورك تعسرت وتطلب التأجيل فأما أنت تجاهل الموضوع كله فهذا فيه خلقان دميمان الأول الخنت بالوعد يعني وعدت وما وفيتش والثاني أنه مقابلة المعروف بالإساءة يعني إنسان أعطاك ودينك وعاونك لما جوغت السداد يعني بدي تهرب عليه وانظر لفقه النبوة يعني في الدرس الأول قلنا أنه لم يعنف أهل بيته يعني ما قالهمش طمر وراه وما حاسبهمش فالدرس الثالث لم يعنف الرجل رغم جفائه في الرد بل قال للناس دعوه فإن لصاحبي الحقي مقالا فبعض الأحيان الإنسان المجروح ولا الإنسان اللي صرى له نصب وإحتيال يقعد يهدر على هذا النصب والإحتيال الزوجة المجروحة مثلا تقدر تقول كلام موسيق فلماذا يجب أن ننسى الفعل الأصلي ونحكمه على ردة الفعل كان بعض المواقف اللي لازم نتفهم فيها شعور الآخرين ومرارة ما يحسون به قبل أن نعطوهم درس في اللباقة الإجتماعية ولا درس في التربية لازم نفهم هدك الشعور تعل المرارة وهذا وصره بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأعرابي يعني فهم الشعور تاعه فعالجه وتكلم معه على حسب فهمه للأعرابي سبحان الله هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم نروح للدرس الرابع وهو المكمل تعل الدرس الثالث أن أفهام الناس تختلف على حسب ثقافتهم وعقولهم وعلى حسب البيئة اللي نشؤوا فيها فلا تتوقع أن يكون الناس بهذيك الفهامة وبهذاك النج ما تتوقعش أنه كل الناس راح تكون هاكا فالفهم ولا الفهم أرزاق تخيلوا تخيلوا معايا في هذاك الموقف ما كانش كائن الأعرابي وكان كائن واحد من الصحابة تخيلوا معايا واش كائن راح يردع على الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقاش الطمر في ذاك طمر المدينة وجمالها يعني بها بالجمال بالطمر في ذاك يا رسول الله راهي ليك يعني هذا رد صحابي قادر يكون في هذاك الموقف نعطيكم مثال من الناس من يخاصموك عام لأجل مزحة عابرة يعني بالك زعقت معاه ما تفهمهاش ولما وصلتاش بهذاك النية تاعك يخاصمك عام وكاين إنسان لو جرحتها أنت جرحتها بكلمة ما تهونش عليها العشرة اللي هانت عليك ويسامحك ويمررها لك ويتغافل عليها للحفاظ على هذاك الود بيناتكم والصداقة بيناتكم روحوا للدرس الخامس الإساءة في طلب الحق الإساءة في طلب الحق كي يزوج تناقضات إساءة طلب الحق الإساءة في طلب الحق يعني إنسان كي يجي يطلب حقه وما يطلبهش بلا باقة ولما يطلبهش بهذاك الكلام هذاك الحلو والجميل هذا لا يلغي حقه إذا جاء إنسان وقال لك أعطيني حقي بطريقة يعني بديئة ولا بطريقة ماشي مليحة ولا حتى أنا بكلام ماشي مليح فما تقول لش أنت يا أه أركت تقول لي كي مهك أركت تعمل فيها كي مهك أمل لي ما نعطيكش حقك هذا لا يلغي أبدا فجملة أخيرا نختم بها هذا الموقف وهذه القصة وهذه حلقة اليوم فأنت مطالب أن تؤدي الحق الذي عليك وليس مطالب بطربية الناس فأعطي للناس حقوقهم رغم سداجة كلامهم أو أسلوبهم سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة